قبل انطلاق دور الأبطال وكاسة الكنفدرالية اللي هتنطلق بإذن الله 26 و27 نوفمبر نبنكلم خلاص بقى حوالي 12 يوم أو 10 أيام يعني في العد التنازولي لانطلاق دور المجموعات والمباراة الهمة جدا الاتحاد الافريقي عقد ورش عمل على مستوى المنصقين الأمنيين في الساعات القليلة الماضية الاتحاد الافريقي كل سنة بيعمل update شوية أو مستجدات شوية في مسألة الترتيبات الخاصة بمسابقات الأندية الاتحاد الافريقي اهتم ان يعمل اجتماع أمني مع كل المسؤولين عن الأندية عشان يحدد قواعد محددة في شكل جديد للموسم الافريقي الجديد بيتعلق بالتحضير للمباراة الاجتماع الأمني الرولز الكاف عايزه مين يقدر ينزل الملعب مين ممنوع من نزول الملعب التنصيق مع الفريق اللي هيجي لعبك سواء هنا على أرضك أو لما تسافر خارج أرضك قواعد معينة الاتحاد الافريقي وضحها من خلال إدارة الأمن وعمل اجتماع تنصيقي في الساعات القليلة الماضية أكيد نتائج هذا الاجتماع إن شاء الله هتكون معنا في الحلقات اللي جاية لأننا عندي معلومات إن الكاف وضع قواعد جديدة على مستوى السيكيوريتي أوفيسر المنصق الأمني اللي هيشتغل الفترة الجاية مع كل نادي بيتبع ليه في دور الأبطال وفي كأس الكون في درلي موسيقى